موجز الأخبار من المحور أهلا بكم استعرض سامح شكري وزير الخارجية تقييم مصر للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة ومجمل الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على كافة المستويات من أجل وقف الاعتداءات الجائزة ضد الشعب الفلسطيني والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى أبناء القطاع جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الإيرترية أثناء زيارته إلى العاصمة الإيرترية أصمرة لبحث سبل التعاون بين البلدين وأكد وزير الخارجية حرص مصر الكامل على دعم عوامل الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة الأمر الذي يتطلب تعزيز أليات التعاون والتنسيق الإقليمية من منظور شامل يحقق مصالح الجميع وتم في هذا الإطار تناول التحديات الراهنة في كل من الصومال والسودان وتأثيرها على الاستقرار والسلامة الإقليمية لدول المنطقة بدأت وزارة المالية جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازنتها للعام المالي الجديد على ضوء قانون المالية العامة الموحدة بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية وفقا للأولويات التنموية على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الانفاق العام من أجل ضمان الاستغلال الأمسل لموارد الدولة واستعرض الدكتور محمد معيت وزير المالية مع رؤساء قطاعات الموازنة الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد موجها بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بأليات أكثر شمولا ومرونة وتأثيرا على حياة الناس بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة أعلنت دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقديم أكثر من ستين مليون خدمة طبية من خلال حملة ميتيوم صحة منذ انطلاقها يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي وحتى مساء أمس في جميع محافظات الجمهورية وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عمل الحملة وأوضحت وزارة الصحة في بيانها أن حملة ميتيوم صحة قدمت منذ انطلاقها أكثر من مليون خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة أكثر من أربعة ملايين زيارة التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور رياضة مزهور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الرابع لللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز العمل المشترك بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي والأسواق العربية والإفريقية مشيرا لأن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة بعد انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهل الرمضان سوف تنطلق في منتصف شهر فبراير القادم وتستمر لمدة شهر جاء ذلك خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض أهل الرمضان وأوضح وزير التموين أنه سيتم إنشاء معارض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى سلاسة معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة لا في تالي لأن الهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغزائية مشيرا إلى أن الاحتياطية الاستراتيجية من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر اشتركوا في القناة